موسيقى تحية لكم مشاهدين اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة نيويورك تايمز ومقال بعنوان خطوة تفصل بوتين عن اوباما رغم انسحاب القوات الروسية من سوريا وترى الصحيفة بانه بعد مضي خمس سنوات على الحرب في سوريا ورفض الرئيس الامريكي باراك اوباما باستمرار امكانية تدخل الولايات المتحدة في سوريا او تغيير المعادلة في صحة المعركة وتجنب الانجرار الى مستنقع لفتت الصحيفة الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعل كما يفعل نظيره الامريكي اوباما وعلقت الصحيفة على تصريحات بوتين عن قيامه بصحب قواتها الرئيسية من سوريا انه لم تشعل البيت الابيض على حين غرة فقط بل ضحضت تحذيرات اوباما المتكررة من ان روسيا ستتضرر بشدة من المغامرات العسكرية كما عززت الشعور بان بوتين استطاع الحفاظ على المبادرة في سوريا ضد نظيره الامريكي اوباما الذي اراد ان ينأى بنفسه عن الحرب ويقول مسؤولون امريكيون بان بوتين توصل الى نقطة تحول في حملته حيث ان تكاليف الاستمرار في العمليات قد فاقت الميزات محليا ودوليا وعلاوة على ذلك فقد حقق الروس هدفهم الاساسي الى حد كبير وهو الحفاظ على الحكومة السورية ويطاء موسكو مقعد على الطاولة لاي تسوية سياسية وقال الخبير حول الازمة السورية في ماهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى اندرو تابلر انه على حين غرى لم يعد هناك روس لقتال داعش وهذا سيطيل وامد هذه الحرب وسيلقي حملا كبيرا على امريكا والغرب ولفت تابلر ان امريكا لم تتلقى اي اشعار مسبق ومباشر لهذا القرار من قبل روسيا وذلك رد صريح لتساؤلات المحللين حول ما اذا كانت روسيا قد نسقت هذا الاعلان مع الولايات المتحدة ونقرأ في صحيفة اكشام التركية مقالا لأفق اولطاش بعنوان هل كان الانسحاب الروسي من اجل اعلان فدرالية حزب العمال الكردستاني اشار فيه الكاتب الى دخول روسيا وخروجها المفاجئ من سوريا كما نوه الكاتب الى كلام المحللين الروس قبل خمسة اشهر حين اكدوا بان التدخل الروسي لن يكون طويلا فروسيا غير قادر لا ماديا ولا معنويا على دخول حرب السنزاف تمتد للسنوات ووصل الحال ببعض المحللين الى قول ان اقصى حد سيمتد اليه التدخل هو ستة اشهر والهدف الحقيقي الذي جاء من قبل الروس لاجله هو ايقاف تقدم المعارضة التي كانت قد تجاوزت ادلب الى حماه مما بات يشكل خطرا استراتيجيا على بقاء الاسد كما وكان من اهدافهم ايضا تعزيز مكانهم السياسي في طاولة المفاوضات السورية جاء اعلان قيام الفدرالية في الشمال السوري كخطوة روسية لاحقة للانسحاب رغم معارضة ايران ونظام الاسد وبهذا يكون الروس قد حضروا انفسهم جيدا لمؤتمر جينيف الذي سيكون من اجل تقسيم سوريا غير المستقرة برأيهم لم يكن اعلان حزب العمال الكردستاني لفدراليته في الشمال السوري قبل مؤتمر جينيف بعدما تم اقصاؤه من لائحة المدعوين بالضغط التركي محضى صدفة بل هو امر له مقدماته وتوابعه فنجد مثلا ان اكبر الداعمين لهذه الفدرالية هم الروس ومن خلفهم الامريكان حتى ولو اعلنوا غير ذلك الانسحاب الروسي الحالي لا يعد عن كونه مجرد انسحاب تكتيكي استراتيجي يتماشى مع الظروف والمصالح الروسية وإلا فان الروس قادر على العودة بنفس السرعة التي انسحبت بها ان صارت الامور الى ذلك ونطالع في صحيفة البيان الاماراتية مقالا لميشيل كيلو بعنوان الانفصاليون في سوريا قال فيه الكاتب بان الاكراد ماضون في عملية تكريدا للاراضي التي يحررونها من قبضة المسلحين فكلما تقدمت قوات حماية الشعب لتطهير منطقة من المناطق من الشعب الذي تحميه ادقيق في الصور علني اجد العلم الذي يذكر بانتمائهم الوطني الى سوريا او اقرأ كلمة واحدة تؤكد انها قوات السوريا وديمقراطية تدافع عن قضية مشتركة هي حرية السوريين جميع السوريين بعربهم وكردهم وكلما دخلت هذه القوات الى مدينة او قرية انتظر الاسم الكردي الذي ستطلقه عليهما ويكون غالبا ترجم الاسمها العربي الذي تلغيه وتمحوه من كل مكان وتجعل من الخيانة ذكره على اي لسان ويضيف كيلو بهذه السياسة التي محت كل ما هو عربي في المناطق التي قررت ضمها الى ما تسميه منطقة الحكم الذاتي في غرب كردستان تبدو قوات الحماية وكأنها تنتقم ليس فقط من الناس بل كذلك من التاريخ وانها تسعى الى تأسيس تاريخ جديد ومختلف فيما تسميه منذ قرابة عامين روج افا اما في صحيفة الوطن القطرية نطالع مقالا لأحمد بنصور بعنوان الغرب والروس يساعدون الاكراد للانفصال في سوريا حذر فيه الكاتب من ان اقامة منطقة فدرالية للاكراد في سوريا سيكون بداية لتقسيم المنطقة قائلا ان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية تجاه المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية تقوم على محورين الاول هو امن اسرائيل والثاني هو نفط العرب وقال منصور انه منذ ان اصبح امن اسرائيل مكلفا بالنسبة لهم في ظل استراتيجية الولايات المتحدة للانكماش والانسحاب من كثير من قواعدها الخارجية وسحب اساطيلها لذلك قامت استراتيجيتها منذ سقوط الشاه في عام 1979 على تفتيت دول المنطقة واشغالها ببعضها البعض واذكاء الصراعات الطائفية والعرقية واستخدام الاكراد القوميين اداة لتحقيق اهدافهم والتلويح لهم بقرب تحقيق حلمهم الابدي باقامة دولة كردية لهم تضم الاكراد في تركيا والعراق وسوريا وايران واختتم مقاله بالقول ان الاجتماع الذي دعا له الاكراد في ريف الحسكة للاعلان عن دولتهم لن يكون سوى بداية لمرحلة جديدة لا تقوم على تقسيم سوريا فحسب وانما ضرب تركيا وايران والعراق وبالانتقال الى موقع كلنا شركاء نطالع فيه مقالا لنادر جبلي يبدأ فيه الكاتب مقاله بالاشارة الى ان ثمة ازمة مكونات عاصفة في بلدنا وهي تهدد بنسف كل اسس التعايش وفرص استمرار الكيان وهي تزداد شدة وعمقا مع طول مدة الصراع في سوريا وعليها بقي الشعور الوطني الجامع في عهد نظام الاسد ضعيفا وبقي الانتماء الى الطائفة اقوى واكثر امانا من الانتماء الى الدولة وكذلك الانتماء الى المذهب او القبيلة او العائلة وبمجيء الثورة اندفعت ازمة المكونات الى السطح واخذت تتضخم بشكل سريع بفعل العنف المنفلت والممارسات الطائفية الممنهجة التي اتبعها نظام الاسد منذ البداية توسل النظام من تفعيل ورقتين الطائفية والعسكرة خلاصة ساعد النظام على نجاح خطته حلفاء لا يقلون عنه همجية وجرمية وساعده على ذلك غباء معارضه واخطاءه من قاتله وساعده تدخل اطراف عربية واقليمية بطريقة انتقائية ولاغراض مصلحية لا تمت لمصلحة الثورة السورية بصرة ان جل العنف المهول والتدمير الممنهج يقع على الاكثرية السنية وفي مناطقها اذا نرى ان الاكثرية السنية هي من تتعرض للظلم ولا اعتداء وهي الاولى بالحماية من غيرها كما ان حماية الاقليات لا تستقيم بتحطيم الاكثرية واذلالها لان ذلك يضعف حجم الخطر على الاقليات مئات المرات بينما يفترض ان يكون الشرط الطبيعي والرئيس لحماية الاقليات هو وجود اكثرية واثقة ومطمئنة ومحفوظة الكرامة الان هناك فعلا خوف شديد من السنة ومن ردات فعلها الانتقامية تجاه المكون العلوي والشيعي بشكل خاص وبدرجة اقل تجاه الاقليات الاخرى حسب موقفها من النظام والثورة وتوفير شروط قيام عدالة انتقالية لمحاسبة مجرمي الحرب وكل من ساهم في تغذية هذه المقتلة والعدالة الانتقالية هي خير دواء لتهديئة النفوس وانتزاع شأفة الحقد والكرهية والانطلاق السليم نحو المستقبل بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على امل اللقاء بكم دائما بكل خير الى اللقاء اشتركوا في القناة